أول حاجة أول الإجراء ممكن نعمله إن احنا نمدح شريك حياتنا تقول ما هو هيتمرع ومعندوش حاجة غير إن أنا مدحه ومدحه نمدحه ونمدحه بشكل مستمر لحد ما يشبع من سماع صوتنا وإحنا محسسينه هانت محسسها إنه هو بطلك وإنت محسسها إنه هي الأميرة القطعة الوحيدة وعند يقول لي طب وليه ده احنا مش بنعمل كده عشان ننافق احنا بنعمل كده عشان نكون عونا لأحبابنا على نفسهم الأمار بسوء وعلى شيطانهم تاني حاجة نتجنب الانتقاد واللوم والشكوى نتجنب التلات سموه التلاتة دول نتجنب الانتقاد واللوم والشكوى خالص مش هيجيب نتيجة تالت حاجة إن احنا نقوم بأنشطة مشتركة مع بعض ومن أهم الأنشطة المشتركة اللي احنا نقوم بيها مع بعض إن احنا نتعلم شيء في الدين إن احنا نقرأ مع بعض في المصحب إن احنا نصلي ركعتين مع بعض وكأننا بنبتدي الجواز رابع حاجة لازم نعملها إن احنا يبقى عندنا جلسة مصارحة بأسميها المصارحة الليلة إن كل واحد ييجي يقوله أنت تستحق أن كل الناس تتعجب بيك بس أنت كمان تستحق أن أنت تكون عندك قيم وأخلاق تساعدك على أنك أنت تعيش حياتك بسعادة مش بلزة وأنا معاك وأساعدك ومش هسيبك أنا عارف أن أنت عندك إحساس أن أنت حاجة كبيرة جدا 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 وانت فعلا كده عندي بس أنت لو بقيت كده عند الناس هتضيعي كل الكلام دوت كأنك هتتحولي إلى فاترينا ويتبقى فاضية من جوه لكن أنا حسب بأنك أنت عندك حاجات كتيرة ممكن نعملها مع بعض الأمر الأخير لازم يتغير بالنامج الحياة بتاعنا يعني إيه يتغير بالنامج الحياة بتاعنا يعني ما ينفعش يبقى بالنامج هو نفس البرنامج لازم بالنامج يكتر فيه عمل الخير ويكتر فيه العمل التطوعي ويكتر فيه كمان الإحساس بالناس اللي عندهم تحديات وإنهم لو قربنا منهم قلوبنا تبقى طيبة لأن على فكرة ساعات كتيرة بتبقى الحاجات دي بتملأ القلب شراسة لأنه أهم حاجة يتشاف فلما يشوف أنه بيطبطب على حد مسكين أو تشوف أن هي وقفة جنب حد عنده حرق أو عنده تعب أو عنده مرض فإلا حاصل فيحصل أن هم شايفين أبعاد تانية من حياتهم ممكن يحسوا بالسعادة بيها على فكرة محتاجين أنه إحنا نوقف جنبهم لأنهما في الحقيقة بيعملوا كده لأنهما مش هلقين حاجة تشغلهم فبيبقى عندهم إحساس بأنه طول الوقت عطشان إلى الإعجاب دايماً بقول عايز تعالج العطش بالإعجاب كمان تخلي الإنسان دايماً يعرف أجمل الأبواب للسعادة ويا نفع الناس وخير الناس يا رب اجعلنا نكون عاون لبعض على أنهم يخرجوا من أزمتهم ويكونوا في راحة وفي سعادة وفي هنا بنعمل كتير للي أنت قدمتها لنا يا رب العالمين اجعلنا عاوناً لأحبابنا لنخرج أحسن ما فيهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين